بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص احنا مشينا في الخط اللي احنا نويين نكمله لانه في الحقيقة الخط ده خط يخلي الحياة تجدد خط يخلينا نعيش مرة تانية في ساحة مولانا سبحانه وتعالى ومفمعية حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط يخلينا نعيش في مكارم الاخلاق خط يخلينا نعيش في ساعة من الله سبحانه وتعالى ليه؟ لان الخط ده هو خط بناء الانسان خط قلنا فيه يلا نبني بس المرة دي عن ابني بقى عن ابني الشخص اللي يقدر يدير كل هذا الجمال وكل هذا التطور وكل هذه التنمية اللي في حياك وكمان الشخص اللي يقدر يتعامل مع كل الأزمات ويتعامل مع كل ما يمر عليه من مشكلات ومن حالات استثنائية في بيته في شغله في أي مكان ده لازم يتبني بناء مختلف لازم نعترف ان الشخص والانسان اللي بيعيش وقتنا ده مختلف في خصائصه وفي صفاته وعشان كده احنا لازم نسعى ونعمل جاهدين بكل ما نملك في بناء هذا الانسان احنا اتكلمنا على ان فيه تلات قيم عليا هي قيمة الرحمة والخير والجمال ومش هنمل ان احنا نفضل نذكر بيهم ليه؟ لان دولة صناعة ثقيلة ووصلنا وتكلمنا على ان فيه 11 قيمة فعالة في حياة الناس ودي اللي اعتمدتها المؤسسات العالمية كلها في تنشئة الناس وفي جعل البناء ادم اكثر امانا واكثر سلاما في حياة الناس ووجدنا ان احتشر قيمة دي موزعة على القيم التلاتة العليا اللي احنا كرمنا عليه اللي هي الرحمة والخير والجمال وصلنا في الكلام عن القيم التي تندرج تحت قيمة الجمال ووجدنا ان فيه قيمة مهمة جدا القيمة دي الاسلام اختار ان هي تكون صلب القيم وصلب الاخلاق اللي موجودة في هذا الدين القيمة دي هي قيمة السلام ما تستعجلش ان انا مش بكلمك دلوقتي عن السلام اللي هو ضد الحرب لا انا بكلمك عن السلام الذي هو مفهوم اساسي جعل السلام في وسط وفي مركز ذلك الدين فاصبح الدين هو دين الاسلام اللي هو في الحقيقة امن وسلام امن وسلام على الخلق جميعا ولذلك هذا هو تعريف المسلم انه والناس تسلم من لسانه وادي فالسلام هو الامن على النفس والمال وكمان ان الواحد يبقى عنده طمأنينة وباله مرتاح وكمان يبقى السلام كمان جاي من السلام اللي هي ان الواحد يبقى سالم من العيوب وكمان عنده صلاح في الحال ويجي في الاخر خالص المنع من الحرب والاقتتال زي ما قلنا السلام ده قيمة مركزية ليه السلام قيمة مركزية لو مفيش سلام مفيش اي حاجة لازم تعلم اولادك ولازم نركز في اولادنا ان لو مفيش سلام مفيش اي حاجة لو مفيش سلام يعني لو مفيش راحة بال مفيش طعمل اي حاجة لو مفيش ان الواحد يبقى سليم من العيوب فسليم من الحقد والغل فما فيش علاقات لو ما فيش سلام بمعنى ان ما فيش تمقنينة الواحد مش هيقدر يعيش اي حاجة في حياته وعشان كده كان السلام قيمة مركزية وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ننشر هذا المفهوم في كل شيء فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا حاجة لابد ان احنا نلتفت اليها علمنا وقالنا حضرة النبي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا شوف شوف الدرجات حتى تؤمنوا شوف حضرة النبي بيدرج معانا المعرفة ولا تؤمنوا حتى تحابوا يبقى احنا ولن نؤمن حتى نتحاب ألا أدلكم على شيء أولا أدلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم فظن الناس أفشوا السلامة بينكم يعني ايه شيعوا السلام في كل حاجة مش هنشيع السلام في ساحة المعركة لأن بعض الناس ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد السلام أن محدش حارب حد أو بعضهم ظن أفشوا السلامة بينكم يقتصر بس على القاء السلام أبدا ده القاء السلام ما كان إلا مجرد عن إعلان السلام للكل أن انت بتلقي السلام فتكون تحية الإسلام السلام لكن المراد هو أن أنت تكون مؤمن والمؤمن هو من أمنه الناس فالمؤمن يأمنه الناس يأمن ويؤمن وهو دهت معنى السلام فإذا كنت أنت الناس ما بتسلمش من نسانك فأنت مش فاهم الإسلام بشكل صحيح الناس ما بتسلمش من مواقفك ما بتسلمش من جفافك ما بتسلمش من شدتك وغلزتك ولزاك كان عندنا إحنا مشكلة أن في حد طالع ويعبر عن الإسلام ويروج للناس الدين المتوحش الدين الخشن ويقول أنه هو بتكلم عن الإسلام لا أو بتكلم عن أهواء وهو